نستمع الآن إلى كلمة الدكتور عمر عوض منصق عالم البحوث بالجامعة نعرف يوم العلم يوم الحصارة يوم تكليم علماء الجامعة المنصورة اللي زهرت بالدوع على حصار قطاع البحوث بالجامعة وجود اسم جامعة المنصورة على قمة الترتيب بين الجامعات المصورية في تصنيف التاريز لعامية 2020-2021 وكذلك صدور يسكن 31 عائل من جامعة المنصورة في قائمة العلماء قائمة ستانفورد للعلماء الأقصر تأثيراً على مستوى العالم كان بيؤكد أن كان المرموقة لجامعة المنصورة البداية كانت عام 1969 مع نشر أول بحث دولي في جامعة المنصورة وصورة إلى عام 2008 حرصوا حالسة الزيادة المنحوظة في عدد الأبحاث بإجمالي أبحاث 23 ألف بحث حتى عام 2020 كان لازم نبدو على النقاط المضيئة في جامعة المنصورة المعين في المئة من إجمالي النشر الدولي تم في آخر خمس أعوام سبعتاشر في المئة من النشر في جامعة المنصورة كانت في الطب تنبلسل جورنلس أيضاً باستخدام اسم جامعة المنصورة كمارجة عمية وعشر ألف مرة كان بيؤكد مكان الجامعة المنصورة النشر في مجالات النيشن والساينس 58% من إجمالي النشر في جامعة المنصورة تنبل تعامل دولي ما بين جامعة المنصورة والجامعات الدولية أيضاً كان لازم ندرك الضوء على المجالات البحثية ونشراء في جامعة المنصورة 20% من إجمالي النشر الدولي في جامعة المنصورة كانت المجال التطبي 10% إنجينيرين كمسكري بايو كمسكري 9% 6% ماتيريا سايتس فالباكوليشي 5% كمبيوتر سايتس ماسماتيك ومجالات أخرى عديدة 10% كمبيوتر سايتس ماسماتيك ده رقم هو التطبي لجامعة معينة في المجال البحثي على إجمالي الصيتيشن في نفس المجال البحثي العلم فالبقم ده يكون من 0 إلى 2 لو كان واحد بزرطي أدوى بيساوي متوسط العلم لو أكثر من واحد يبقى إحدى أعلم المتوسط العلمي للنشق لو أقل من واحد يبقى مهتمين نشتراع عن السلام أكثر ضغور بإسم جامعة المنصورة في المجال البقونة على كلمات المصرية لم يؤكد ويعزز قدرة الأداء البحثي لجامعة المنصورة التمويل الماني كان هو أنا عادة للبحث العلمي لكن مع وجود صندوق بخوص الجامعة عن طريق تمويل مشاريع محسية أيضاً لأول مرة تمويل مشاريع طلبات لبصران وغليا حوافز النش دعم برمضيات تحسية لأول مرة جوائز الجامعة وأيضاً دعم العام المحسية صغر دعم البحث البحثية كانت متعددة عن طريق الشراب وصيامة أجهزة علمية بنية تحتية وطرمين معامل بحثية للجامعة وحالات استكشافية وخصوصاً لمركز المنصورة بالحفريات وأيضاً بعثات كشفات أسابية لكلية الأدام تأهيج ستة معامل في جامعة المنصورة للاعتماد الدولي أيضاً دعم مكتب التصميم الدولي عن طريق المشتراع في قاعدة بيانات الـ QS للتصميم إجمال المنصورة في 2018 كانت دعم 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 10 مليون 2019 بان 2.8 مليون لكن القوزة الحالسة في 2020 بـ 12.000.000.000.000 كان مجمع للتنويض من صندوق البحث لأول مرة أحياء روح التنافس بين طباب الدراسات العليا في الكامعة سواء بيانوهاي أو عامل أو طباب وسجلين من الحال عن طبيق الإعلام عن 60 منحة أو 60 مقدرح بحث لطباب المجستين والدكتوراه تقرد الـ 2680 طن بهذه المنحة تم الإعلام عن 56 فائز بتمويل 25.000.000 وتمويل إجمالي مليون ونصف مع دعم وتشجيع الجامعة لقطاع العيون البنسانية أيضاً دعم أولاً قيادة خديثة الاشتراك في سرطة روبيتكا وهو سرطة المسؤول عن تجميع البيانات الضبطية من المستشفيات والعيادات وذلك نستخدمها في أغراض البحث العالمي أحد مخبارات مرح المجستين والدكتوراه كان برنامج المنثلاء كمطالب عليهم طباب الجامع المشتراك في برنامج المنثلاء وهو برنامج يستخدم في عملية البرمجة والذكاة للإصطلاع لكن كالبعاء الأمامنا هو سعب البرنامج سنوان 55.000.000 لكن بعد مدولات مع الشركة تم موافقة على سعب البرنامج عشر آلام ترافقت وأصبح متاحا لكل طباب والله هي التدليس في الجامعة باستخدام الإيميل الشخصي على مدار الوقت كثير من التعديلات حدثت على لقاح الجوائز لجامعة أهمها مع 2021 لأول مرة مكافئة النشر لطباب الدراسات الهولية سواء هي أمراضة أو طباب مسجلين في الخارج في مجلات أيضا إقرار الجامعة بتحملها تكاليف النشر لكليات العلوم الإنسانية في حالة النشر الدولي إقرار مكافئة للنشر في مجلات تقسيم جائزة أعلى معدل استشهاد لخمس جواكس حتى تتناسب مع المجالات البحثية المختلفة مائل ألف جنيه هي قيمة جائزة النشر في مجالات النيتشال الساينس في مجالات أيضا تمويل مشاريع بحسية ألف وطمانتاشر كانت إكمال التمويل تلاتة مليون جنيه ألفين وتسعة عشر واحد وسبعة مليون جنيه ألفين وعشرين كانت خمسة مليون جنيه ألفين وعشرين كانت أطلق عليها بواجهة القضيح برونا البايروس اللي أطف كل صغر الحياة لكن جامعة المنظورة فتحت معاملها وأعرضت عن دمويل خمسة مشاريع بحسية بإجمالي دمويل مليون ونصر ما بيهن إنتاج أجازة تنفس صناعي وأيضا تجارب فبرية ودوعية كان لازم مدفقة أعضائي لتدريس الجدين إجمالي حوافظ النشر الأيلي ألفين وتونتاشر مليون جنيه ألفين وتسعة عشر مليون جنيه ألفين وعشرين ألفعتاشر مليون جنيه هنا وقت الحصادف إجمال القحص المنشور ألفين و cynical staff ألفين وسبعتاشر مالده بالزيادة ألفين وتمنتاشر وتسعتاشر كانت زيادة طفيفة في إجمالي عدد القحص وسوناً ألفين وعشرين بين الأقبت زيادة في إجمالrik وآخر عدد البحص وصنى ألفين و عشر كماراً ط Woo بحث سنوية في المجالات الدولية بإجمالي زيادة 165 في الميال على عام ألف أخرى الخلف أوام لكن جامعة المنصورة مكانش اهتمامها بكل الأحداث للأبحاث قطع لكن بالجودة عن طريق الـ Q1 Papers 2016 رباوية 71 بحث بنسبة 31% ارتفعت النسبة 2017-18 وسبتت عن 37% من الدفاع في هذا الأبحاث لكن قد أجملت 2020 بأطبع أعدى الأبحاث Q1 وقمد أفين وشتين بحث وأعلى موعدة ناش 42% في البجلات الـ Q1 Papers دا كان حصاب حضراتكم شكراً لحضراتكم